أهلا بكم الأبراج النارية برج الحمل وبرج الأسد وبرج القوس هنعمل إن شاء الله التوقعات من منتصف إبريل لنهاية الشهر التوقعات دي هتشمل عاطفة وعمل والصحة فأتمنى أن التوقعات تفيدكم إن شاء الله طبعا أتمنى أنتم تشتركوا معايا في صفحة الفيسبوك لأننا إن شاء الله في رمضان كل سنة وإنتوا طيبين هنعمل مسابقة هناك فأتمنى أنتم تكونوا مشتركين وتتابعوا معنا هناك أنا هبتدي دلوقتي عشان ما طولش عليكم في المقدمة هبتدي ببرج الحمل وهسيب لكم التوقيت بتاع كل قراية تحت الفيديو فأتمنى بقى لو كنت حضرتك أول مرة بتشوف الفيديو إنك تدعمنا بلايك ويشرفني طبعا أنضمامك لأسرة القناة بإنك تشترك لو كنت أول مرة بتشوف القناة فخلينا نبدأ مع بعض ببرج الحمل هنا ده أنت يا برج الحمل الحبيب ناوي على إيه معاك بالضبط أحوال العمل والفلوس بالنسبة لك الوضع الصحي ويمين القادم في طريقك للعزاب وهنا كرتل النصيحة طاك طاك يعني أنت شكلك ندمان على شيء ندمان على علاقة ممكن تكون أنت قاطع مع الشخص ده ويعني حاسس بالخسارة ممكن أو حاسس أن أنت خسرته وأن ما فيش فرصة تانية لك معاه ممكن أنت حاسس بالضياعة أو حاسس أن الشخص ده ضاع من إيدك وأن أنت مش هتقدر ترجعه أو ممكن تكون عملت تصرف معاه واندمت على التصرف ده الفكرة كلها أن أنت متعلق بالشخص ده قوي وخايف أنه هو يروح من إيدك ويعني شايفه فرصة وإنت مش حابب تضيعها وإزعلان عليها وحاسس أنه خلاص يعني ما فيش فرصة تانية مع الشخص ده لكن الحقيقة أنا شايف أن الشخص ده فيه حب كبير قوي من ناحيته تجاهك وعاوز يعملك حاجات كتير قوي وفيتي اللباس وتواصل ما بينكم وما بين بعض وأكيد أنت حاسس بالتواصل ده رغم الإبتعاد اللي ما بينكم بس أنت متعلق بالشخص ده قوي شكلك يعني ومش عاوز تخسره فخلينا نشوف الإراية يعني هتقول لنا إيه أنتو ممكن تكونوا في طلاء على فكرة لو كنتم متجوزين احتمال يكون فيما بينكم طلاء أو مشاكل كبيرة يعني وبنسبة كبيرة أنت اللي قطعت معاه أو حطيته في موقف اتهام أو في موقف محاكمة يعني شكلك يعني أنت كان الموقف الأقوى ليك أنت لكن أنت ممكن تكون تصرفت مع تصرف ورجعت اندمت على التصرف ده وحاليا يعني أنت نفسك أنت تقرب وجهات النظر ما بينكم وتصحح الأمور وممكن يكون فيه سوق فهم حصل ما بينكم وإنت عاوز تصحح سوق الفهم اللي ما بينكم ده وحاسس بالخسارة وعاوز ترجع الشخص ده تاني لحياتك فيه تواصل ما بينكم وإنت بتبعت طاقة للشخص ده إنت بتبعت للشخص ده طاقة ومتواصل معاه جدا يعني ومش عاوز تخسروه مش عاوز الشخص ده يروح من إيدك طيب خليني أشوف بقى مشاعر الشخص ده إيه أنا شايف أنه يعني أنت مفيش أخبار بتوصلك من الشخص ده ممكن تكون مش عارف عنه حاجة يعني الشخص ده حطت حواجز بينك وما بينه رغم الحب الشديد اللي عنده لكن هو حطت حواجز ما بينك وما بينه الشخص ده مجمد قلبه عليك هو زعلان منك ويعني شفت هو حاسس أن أنت زعلته وحاسس بإهانة يعني أن أنت حطيته في موقف وقلت له يا تعمل اللي أنا عايزه يا نقطة علاقتنا مثلا يعني فهو محبش ده وخدها بنوع من أنواع الإهانة وبرضو بيعند معك شوية يعني هو حاطت حواجز ما بينك وما بينه لأنه بيعند معك مش قصة أنه هو ما بيحبكش ويعني هو حاسس بالإهانة وحاسس أن أنت يعني كسرت له قلبه فهو بيعند معك رغم افتقاده الشديد ليك ويعني بيفكر كتير بيفكر كتير هي الفكرة كلها أنه هو بيعند معك مش أنه ما بيحبكش فخليني بقى أشوف هو ناوي على إيه معك بالزبط هو بيحبك قوي يعني نفسه أنه يكون في ما بينكم زواج يعني نفسه أنه علاقتكم دي تترسم ويكون في زواج ما بينكم ويعني يكون في فرصة تانية ويكون في صلح هو نفسه في ده لكن يعني هو هيفضل يرائب الموقف لأنه هو فيه برضو عنده صراع داخلي بيفكر كتير عنده صراع جوه نفسه جوه هو داخله عاوز يقرب لك لكن هو شايف أن المفروض أنت اللي تكلمه لأن أنت اللي قلت له ما تكلمنيش تانية مثلاً فهو عايز يتوازن يعني أو عاوز أن العلاقة دي تكون متوازنة وإنت شكلك أنت مش عاوز برضو تكلمه وإنت شايف أن أنت الصح وبصراحة ممكن تكون أنت الصح فعلاً يعني لكن هو واخد الموضوع على كرمته إزاي أنت تقول لي كده يعني حتى لو أنت صح يمكن هو معترض على طريقتك ممكن فعلشان كده هو واخدها بإهانة شوية عاوز يتكلمك لكن شايف إن هو ممكن هيتنازل عن كرمته يعني فهنا الملايكة بتقول لك رومانس خليك رومانسي ويقضي الشخص ده شوية رومانسية أنت شكلك برضو يعني إيه كنت حد معاه يعني أو كنت صارم كنت صارم معاه يعني ما فيش أبيض ولا سود كنت بتتعامل معاه بكل حزم وبكل سيطرة يعني فهنا بيقول لك تديله شوية رومانسية ده أكيد هيشجعك يعني إن الموقف يتحسن طيب خليني أشوف أحوال العمل والفلوس والأموال أنت زي اللي بقى لكم فترة طويلة ما بتشتغلوش وممكن يكونوا هما استغنوا عنك في العمل أو أنت سبت العمل وبقى لك فترة بس أنا شايف أن أنت في فرصة عندك في عمل جديد ممكن العمل ده يعني ما يكونش في نفس بلدك يعني مش في بلد بعيدة ولكن ممكن هتسفر له ده الظاهر يعني أو ممكن يكون أنت جاي لك عرضين مثلا وأنت محتار ما بينهم ومش عاوزهم أنت عاوز ترجع لعملك القديم مش عاوز تبتدي من أول وجديد في عمل تاني يعني بالضبط معرفش إزاي جاي لكم عروض صفر ولكن ممكن يكون صفر داخلي داخل الدولة اللي أنت فيها أو عمل من خلال الانترنت ممكن يعني بس أنت مش حابب ده أنت نفسك أن أنت ترجع لعملك القديم ولكن هو عرض كويس يعني لو كان عرض مغري بالنسبة لك حاول أن أنت ما تترددش وأن أنت تقبله يعني طيب خليني أشوف الوضع الصحي لا ما شاء الله صحتك كويسة جدا بس حاول أن أنت تشرب مية بس بكميات كافية أنا شايفك يعني أنتوا بتاكلوا كويس وصحتكم العامة ما شاء الله لكن محتاجين تشربوا مية كويس وتبعدوا عن المشربات الكحولية أو المشربات الغازية يعني طيب خليني أشوف مين القادم في طريقك للعزاب ودي برضو بتشمل اللي هما ما كانش سبق ليهم الارتباط قبل كده تشمل اللي هما منفصلين أو مطلقين ومنتظرين شخص جديد يعني عندك الاحتمالين ممكن يكون شخص جديد وشخص من الماضي بس الاحتمال الأقوى إن هو يكون شخص جديد بنسبة كبيرة ممكن يكون من برج الأسد أو برج الحوت أي برج ترابي ناري ولو مائي هيبقى حوت مش شايف أبراج هواية خالص يعني بس طبعا مش ضروري الشخص ده يعني شخص مشهور قوي يعني هيبقى شخص مشهور بيشتغل حاجة كبيرة جدا وهيعرض عليك عرض كويس لو شخص من الماضي فهيجي صالحك ويقولك إن هو مفتقدك قوي في حياته وإن هو نفسه في فرصة تانية معك فده موجود وده موجود فخليني بقى أشوف النصيحة بتاعتكم نصيحتك بقى أن أنت تتحكم عقلك يعني ما تخليش المشاعر والعواطف هي اللي تتحكم فيك خليك قد المسئولية واستمع برضو الإحساسك الداخلي وشوف الروحانيات بتاعتك هترشدك لإيه اطلب برضو المساعدة من الأهل والأسرة واهتم بعملك يعني دي النصيحة بتاعتك كمان هنا بيقولك إنه الأمل هو اللي بيصنع المعجزات فخلي دايما عندك أمل في كل شيء ما تفقدش الأمل يعني وخليك دايما متفائل لو في أمور صعبة عليك خذ المشورة من الأهل أو من حد مختص لو أنت يعني حاسس إن الموضوع هيبقى صعب عليك ترجع للشخص دا ما ترجعلوش أو في أمور معينة في حياتك في العمل مثلا وإنت محتار اطلب المشورة من حد أكبر منك من حد أنت بتاسق فيه يعني آه شفت بيقولك دو سام ري سيرش أنت محتاج أن أنت تجمع معلومات زيادة عن الموقف الحالي علشان تقدر أن أنت تفكر بشكل صحيح يعني فأنت أطلب المساعدة من اللي حواليك أطلب المشورة جمع معلومات زيادة وحاول تفهم الأمور أكتر لأن أنت هنا في عندك طاقة ندم وزعل والطاقة دي ممكن ما يكونش فيه أي داعي ليها ممكن يكون فيه معلومات نقصة بالنسبة لك أو أفكار مغلوطة وأنا شايفك أنت كمان بتسعى يعني لتقارب وجهات النظر فهذا شيء كويس يعني فخليني بقى أقولكم الأبراج اللي طلعت معايا في برج القوس برج العزراء برج الحمل زيك برج الأسد برج القوس تاني برج الحود برج الحمل والجادي برج السرطان العزراء تاني الدلو تاني برج الميزان الميزان كمان مرة القوس كمان مرة في إ تاني برج العقرب في طاقة كمتا برج الجادي تاني التورج السرطان الأسد تاني القوس تاني الميزان فيعني ادعموني بلايك يا برج الحمل لو كانت عجبتكم القراءة وما تنسوش تشتركوا في الفيسبوك واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في القراءة يعني واعملوا شير للفيديو ده لو كان عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في قراءة شهر مايو فخلينا بقى نروح دلوقتي لبرج الأسد اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة برج الأسد هنا ده انت يا برج الأسد الحبيب ناوي على ايه معاك بالزبط العمل والأموال والفلوس الوضع الصحي مين القادم في طريقك للعزاب وهنا كرتل النصيحة الطاقة العامة بتاعتك هي يعني انت حاسس بالهزيمة حاسس بالخسارة ممكن تكون حاسس إن الشخص ده ضحك عليك وشايف إن مفيش فرصة تانية ليك مع الشخص ده وإن هو يمكن تسرع في الحكم عليك أنت حاسس بالهزيمة يعني حاسس إن الشخص ده ما فهمك شو صح وإن حصلت سوء تفاهم ما بينكم في العلاقة وإنه تسرع في الحكم عليك أنت شايف إن هو تسرع في الحكم عليك ونفسك إن أنت تصلح الفكرة دي كمان إنت نفسك إنه إنت قلبك مكسور يعني أو حاسس بعدم التوازن الداخلي فإنت نفسك برضو تعمل شفاء لنفسك من القلم اللي إنت مريت به من التجربة دي فإنت بتحاول إن أنت تمسك نفسك وإن أنت تسيطر على مشاعرك في الوقت ده لحد ما تعمل شفاء لنفسك من المشكلة وتطلع من اللي حصل ما بينكم يعني كمان الشخص ده ممكن يكون كان تقيل معك كان شخص تقيل ما كانش بيطلع لك مشاعره بسهولة غير في الوقت المناسب وكان بيحاول إن هو اللي يسيطر على العلاقة دي وهو اللي يتحكم فيها يمكن ما كانش بيشاركك الرأي يعني كان موسيطر نوعا ما وبيحب إن هو يكون لي اليد العلي لكن على كل حال هو الشخص ده مش بتعرف ودوران يعني هو شخص صريح وواضح جدا يعني مش بتعرف ودوران ولكن هو بيحب إنه يكون مسيطر وإنه يكون لي كلمة ورأي في العلاقة ده اللي ظاهر لي فخلينا نشوف بقى الإرائية هتقول لنا إيه طاك طاك إنت إنت متعصب قوي بقى من الشخص ده وشايل منه كتير وإنت في طاقة هوائية على فكرة يعني إنت عصبي في الفترة دي ومش بالضبط غيظ ولكن عصبية يعني إنت متدايق منفعل ويمكن خارج عن طورك نوعا ما ومتدايق قوي من اللي حصل ما بينكم وشايف إن فيه ظلم وإن فيه سوق تفاهم وإنه ما كانش فيه داعي إن الأمور توصل لكده إنت فيه عندك سراع يعني فيه حب وكل حاجة لكن إنت فيه عندك سراع ممكن تكونوا على فكرة أنتم كنتم في زواجه وطلقته يعني وإنت حاسس إن الشخص ده يعني سابك وإنت فيه سراع يعني هل أرجع للشخص ده ولا مرجعلوش لكن يعني إنت تقلن إنت كمان عليه لحد ما تعمل شفاء لنفسك وتشوف يعني الأمور هتتحسن إزاي إنت عاوز توصل للإنسجام في العلاقة دي لكن إنت مش عارف توصل للإنسجام ده فيه مشاحنات ما بينكم وفيه سوق فهم وفيه عدم تقارب فيه وجهات النظر فإنت فيه حالة من الصراع يعني إنت شايف إنه خسارة إن إحنا نسيب بعض وإن إحنا نبعد عن بعض وشايف إن إنتوا بتحبوا بعض جدا وإن إنتوا متفاهمين ولكن فيه سوق فهم بقى يعني فيه حتة كده مبوزة العلاقة دي وحاجة ممكن تكون تفهى وصغيرة ولكن هي مبوزة لكم العلاقة كلها فإنت مش عارف تعمل إيه بالزبط يعني مش عارف إزاي إن إنت تصلح العلاقة دي بس على الأقل أنا شايفك إنت بتحاول تشفي نفسك وتصلح نفسك وده إيجابي في حد ذاته يعني فخلينا نشوف بقى مشاعر الشخص ده إيه هو أنا شايفه مركز على شغله قوي ممكن يكون مدي إهمال للعلاقة دي في الوقت الحالي ممكن يكون مهمل العلاقة دي في الوقت الحالي ومركز على العمل مركز على العمل جدا احتمال لمجموعة صغيرة يكون الشخص ده أصلا في علاقة سلاسية أو ممكن يكون سابق وارتبط بحد تاني أو ممكن تكون أنت اكتشفت ده وهو ما كانش مصرحك لمجموعة منكم ودي كانت غلطة بالنسباله وهو ندم عليها ونفسه هو يرجع لك مرة تانية وأنه يكون فيما بينكم صلح وفرصة تانية لكن هو فاقد الأمل وشايف أن انت مش هتسمحه ده اللي هو شايفه شايف أن انت مش هتسمحه وهو بس بيتواصل معك بالروح وبيبعث لك في طاقة لكن هو شايف أن انت يعني مش عاوز تكلمه وأن انت ممكن تكون مبتعد وحاطة حواجز في العلاقة دي يعني ده اللي هو شايفه طب خليني أشوف بقى ناوي يعمل ايه في الفترة اللي جاية يعني انت ممكن تكونوا على فكرة مش من نفس البلد يعني ممكن تكونوا من بلاد مختلفة الشخص ده عايز يصلحك ويعاوز فرصة تانية معاك في العلاقة دي نفسه ان انتو تاخدوا العلاقة دي خطوة لقدام والمرحلة أحسن بس بنسبة كبيرة انتو من بلدان مختلفة الشخص ده عاوز يجيلك عاوز يقدم لك حاجة لو مش هيعرف يجيلك فعلى الأقل مثلا عاوز بيبعث لك رسالة لو انتم في بلوك ما بينكم وما بتشوفوش بعض فهو عايز يشيل البلوك كده ويجيلك يقدم لك شيء يعني فهو ناوي ان هو يكلمك يبعث لك رسالة يحصل تواصل ما بينكم ممكن يصالحك مثلا في رمضان يعني المهم يعني هو انت هتسمع من الشخص ده هو عايز يقولك حاجة فخليني برضو أخد لكم كروت الملايكة علشان نفهم يعني الوضع أكتر يعني انت وقعلك كارت وانا جيت أسحب كارت كمان أمطلع لك كارتين دي كل هكروت طلع لك ماشي يعني هو انت الكارت اللي وقعلك بيقولك بص للعلامات اللي بتجيلك أكيد انت بتجيلك علامات هنا بيقولك إذا كنت تعتقد وهنا بيقولك فأنا زي ما قلت لك انت ممكن تكون شاكك ان الشخص ده يعني يرتبط بحد غيرك أو انت ممكن تكون برضو اكتشفت ان هو كلم حد غيرك فانت بطلت ان انت تثق فيه فهو الشخص ده ندمان وعرف غلطه ولو ما كانش ارتبط وده كان شك بس مجرد شك عندك فبيقولك ثق في الشخص ده لأنه هو بيحبك يعني وبيقولك إذا كنت تعتقده وبص للعلامات اللي بتجيلك انت فيه علامات بتجيلك بتنبهك يعني انت تعمل ايه بالضبط فبص للعلامات اللي بتجيلك ده فخليني بقى اشوف العمل والاموال عندك في خلاف ما بينك وما بين احد زملاء العمل او ما بينك وما بين المديرين او بالشركاء العمل لو انت شريك في بيزنس ممكن يكون في كمان منافسين وانت عندك مشكلة مع المنافسين دول يعني في عندك مشكلة وصراع في العمل بقى لها فترة طويلة وانت مش عارف تعمل فيها ايه بالضبط يعني وفي عندك حيرة او ممكن انت محتار برضو ما بينش اين في العمل يعني سواء دي كانت وظيفة بيزنس المهم في قدامك طريقين وانت محتار ما بينهم انت متقلقش او ماتكونش عصبي ماتكونش متسرع فكر بكل هدوء الحظ معاك يعني وان شاء الله ربنا هينصرك على الاعداء اللي عندك دول ولو في خلاف هيتحل ان شاء الله في الفترة دي يعني او طيب خليني بقى اشوف وضعكم الصحي لا دي اللي مش عجباني انت ممكن في عندك صداع دايما اكيد طبعا لازم عندك صداع انت عصبي بتفكر كتير وحسس بعدم التوازن الداخلي فانت في عندك صداع فيه الام في العين كمان ممكن يكون صداع نصفي كمان يعني فيه مشاكل عندكم في المعدة والهضم ما بتتغذوش كويس برضو فاشربوا سوايل سخنة كتير اشربوا مية بكميات كافية وكلوا بانتظام لان انتهم عندكم صداع دايما يعني بسبب سوق التغذية وبسبب عصبيتكم يعني اعملوا تمارين استرخاء كتير وتأمل كتير علشان تسترخوا يعني اما بالنسبة للقادم فيه طريقك فخلينا نشوف مين هو للعزاب ودي بتشمل العزاب اللي هما ما سبقش ليهم الارتباط او المنفصلين سواء في علاقة او مطلقين ومنتظرين شخص جديد يعني اه بنسبة كبيرة ممكن يكون شخص من الماضي بنسبة كبيرة ممكن الشخص دايكون سلمات او توين فليم وانتم متبعدين من فترة اه وفي مشاكل كتير في علاقتكم يعني فاحتمال يكون حد جديد حد سوري من الماضي اه لو حد جديد ممكن يكون سلمات برضو اه لكن الشخص دا يعني زي ممكن اللي هتتعرفه على بعض او هيحصل فيما بينكم انجزاب اه لكن العلاقة مش هتتطور بسرعة يعني طيب انت النصيحة بتاعتك طلع الويلو في فورشن يعني فانت بص المصلحتك بص للركز على العمل والاموال ركز ان انت تبص الادام و ركز على نجاحاتك ركز على نجاحاتك وعلى العمل بتاعك ركز كمان ان انت تكون شخص شيني يعني اهتم بجمالك الخارجي وبانقتك وبشكلك وبنجاحاتك ولو الشخص دا جيه وطلب منك فرصة تانية حاول ان انت تسمحه وان انت كمان تصق فيه لان انت فيما بينكم مشكلة في الثقة وشكلك اصلا ممكن تكون فاقد الامل ان انت تكلموا بعض لكن الشخص دا عاوز يكلمك فاديله فرصة وان شاء الله يعني العلاقة دي هتكون نجحة لو انت امنت بدا وفيه كمان عندك نجاح في العمل يعني هنا بيقولك انت اخترت ان انت تتعلم من خلال الحب فاتعلم التسامح اتعلم ان انت تدي الشخص دا فرصة تانية وانتو فيما بينكم يعني حب كبير فادي الشخص دا فرصة بيقولك ترافل انت ممكن يكون على فكرة فيه رحلة انت طلعتها والرحلة دي انت استفدت منها حاجات كتير خلتك تغير افكارك بشكل ايجابي فام يعني مش شرط برضو انا مش عايزك تسافر يعني متسافرش دلوقتي ولكن يعني حاول مثلا تفتكر الاماكن الجديدة اللي انت كنت رحتها وتعلمت بقى ثقا يعني قابلت ناس من ثقافات مختلفة ممكن تعلمت منهم حاجات او يعني حتى اتعرفت مثلا على حد من على السوشيال ميديا اتعلمت حاجات من على الانترنت من ثقافات مختلفة او من بلاد مختلفة وقدرت ان انت تستفيد من الثقافات بتاعة البلاد الاخرى دي فيعني حاول بقى ان انت تطور تفكيرك بشكل ايجابي ويتفكر يعني برس صندوق طيب خلينا اقول لكم الابراج اللي ظهرت معايا في برج الميزان برج الدلو برج الحوت برج الجوزاء برج الاسد زيك برج القوس الجوزاء تاني كتير الاسد ثاني الميزان ثاني العزراء السرطان العقرب الطور الحمل القوس العقرب الثاني الدلو كمان مرة الاسد كمان مرة فادعمنا بلايك لو عجبتك القراءة يا برج الاسد وما تنساش تشترك في الفيسبوك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك ويقول لنا بقى رأيك في التعليقات القراءة عجبتك ولا لا ولو كانت عجبتك اتمنى ان انت تدعمنا بشير للفيديو ده واشوفكم ان شاء الله في قرية شهر مايو نروح بقى بعد كده لبرج القوس المنزل واردم الارئة المنزل ابقى المنزل الارئة برج القوس هنا برج القوس وده اصلا كuentقب هنا الحبيب هنا الحبيب ناوي على ايه معك بالظبط العمل والاموال والفلوس الوضع الصحي مين القادم في طريقك للعزاب وهنا كارتل النصيحة طاك طاك الانت شكلك بتفكر كتير قوي في الفترة دي وفيه قرارات كتير بتحاول ان انت تاخدها بشأن العلاقة دي لكنك متردد نوعا ما او يعني زي اللي بين نارين ومش عارف بالظبط يعني ممكن تكون واخد قرار بالفعل لكن انت متردد ان انت تنفزه يعني انا شايف ان انت في حب كبير وتواصل عالي قوي ما بينك وما بين الشريك وفيه مرأبة عالية قوي ما بينكم لكن انت شكلك زي اللي ما بين نارين مش عارف اذا كنت ترجع له او لا يعني او حاسس نفسك على مفسرق طرق ومش عاوز تتسرع في الاختيار او في القرار يعني اعتقد ان انت ممكن تكون محتار ما بين يعني ممكن يكون الشريك ده مثلا خيارك ما بينه وما بين شغلك مثلا او يعني يحطك في موقف صعب وانت مش عارف تختار يعني ده اللي ظهر لي ففيه عندكم حيرة ممكن برضو يكون الشخص ده قاطع معاك لكن انتو فيما بينكم حب كبير قوي وانت مش عارف هل تكمل ولا تنتظره برضو يعني فيه عندك حيرة كده فخليني برضو شوف القرارة هتقول لنا ايه لان طاقتك برضو يعني انت جواك مشاعر مختلطة او متردد نوعا ما انت حاليا يعني انت مركز على شغلك يعني مش مدي الشخص ده يعني مدي له اهمية اه لكن مش بالقدر الكافي انت بتحاول ان انت تكون عملي اكتر تركز على شغلك اكتر ومش مدي العلاقة دي اهمية كبيرة قوي يعني بتشوف ان الاولوية عندك للعمل وانت ممكن تكون برضو نوعا ما يعني حاسس بتقنيب الضمير ان انت يعني مهم للشخص ده او بتفكر يعني ما بينك وما بين نفسك يعني انا تقلت عليه كتير انا عزبت الشخص ده معايا طب قرب منه مقربلوش يعني انت في الطاقة دي حاسس بتقنيب الضمير ان انت مش معبر الشخص ده ومش مدي له اي اهمية وان انت اهملته وركزت على شغلك او ما كنتش مدي له حقه يعني انت حاسس ان انت ما كنتش مدي الشخص ده حقه وان انت ظلمته يعني فانت يعني بتحاسب نفسك بتقول يعني انا ما اثر تجاه الشخص ده والمفروض ان انا هتم بيه اكتر من كده انا اثرت معايا غصبا عني وركزت في شغلي ومدت لهش اهتمام ممكن انت تكون بتفكر كده فخليني طيب اشوف الشخص ده ايه مشاعره تجاهك انتو شكل علاقتكم يعني انتو لسه علاقتكم ما تطورتش برضو لو انتم كنتم متزوجين فممكن يكون فيه تباعد وانت وحشك ان انتو يعني ترجعوا تتكلموا مرة تانية تتلموا اسرة مع بعض تحس بالدفء الاسري يعني انت حاسس ان فيه جفاف العلاقة ما بينكم ده بالنسبة للمتزوجين يعني الشخص ده بيحس بالمسئولية تجاهك يعني هو بيحبك قوي على فكرة بيحبك جدا بس هو ممكن يكون بيخفي مشاعره عنك نوعا ما او حتى لو كان بيديك حب واهتمام فما بيطلعش كل الحب والاهتمام الجواه يعني اوقات بتلاقيه مهتم بك قوي ولدرجة ان انت بتستغرب اوقات تلاقيه مش مهتم بيك يعني حتى لما بيكون مهتم بيك قوي فده جزء كمان من الحب الجواه الشخص ده بيحبك جدا ومخبي عليك يعني مش مخبي عليك بالظبط ما بيطلعلكش كل الجواه بيحبك قوي وبيحست بالمسئولية تجاهك ممكن يكون شايف برضو ان انتو في صعاب او في عوائق في علاقتكم وهو عايز يعملك حاجات كتير قوي ممكن ممكن تكون الحاجات دي صعبة عليه او يعني محتاج يبزل مجهود كبير علشان يعملك الحاجات دي لكنه هيتحمل ويعملها وعايز يعملك حاجات كتير قوي ويعملك كل اللي انت عايزه يعني في جواه حب عظيم تجاهك بس يعني في حتة كده انا شايف ان ممكن تكون برضو الوالدة عنده او في ست بتتدخل في علاقتكم اه في ست بتتدخل في علاقتكم ممكن تكون والدته او برضو والدته بتخيروا ما بينها وما بينك يعني انا شايف ان الوالدة عنده او في ست هي ست كبيرة هي مش حبيبة ولكن واحدة هو بياخد منها المشورة بتتدخل في علاقتكم مع بعض طيب خليني اشوف هو ناوي على ايه بالزبط معك هو ناوي هيفضل يقضيها تواصل بالروح هيجمد قلبه وهو يعني حاسس برضو ان انت مهمله ومش عاوز تشوفه فهو هيقفل على مشاعره دي هيحاول ان هو ما يظهرهاش علشان ما يكونش شخص تقيل عليك وهيقضيها بس تواصل بالروح يعني لانه حاسس ان انت مش عاوز تشوفه والموضوع ده مزعله يعني هو حاسس ان انت مش عاوز تشوفه فيعني هو هيبعد وهيقفل على مشاعره شوية وهيقضيها تواصل روحي لحد ما انت تتكلمه يعني وانت ممكن تكون برضو بتفكر في ده طيب خليني اخد لكم برضو كروت الملايكة عشان نشوف بيقول لك yes هو ده الوقت المناسب فلو انت بتفكر تكلم الشخص ده الملايكة بتقول لك او كلمه وهو ده انسب وقت ان انتوا تتكلموا الشخص ده بيحبك اوي لكن هو زعلان منك فحاول انك تكلمه يعني طبعا القرار يرجع لك لان انا عارف في التعليقات هلاقي ناس تقولي مستحيل اكلمه يعني ممكن برضو ان القراءة تكون عكسية لبعض الناس لكن انا شايف ان الشخص ده بيحبك اوي يعني ولو بتفكر ان انت تكلمه هو ده الوقت المناسب فخليني بقى اشوف العمل والاموال والفلوس يعني انا شايف ان الامور مستقرة ممكن يكون في عندك بعض المشاكل في العمل لكن هي المشاكل الطبيعية اللي بتكون في اي شغل لكن انت في عندك مشكلة معينة بالذات المشكلة دي مقرقاك وانت مش لقيلها حل هي مش مشكلة كبيرة لكن هي مضايقك فانت بتحاول ان انت يعني ما تدلهاش اهمية لكن انت منزعج عندك انزعاج من المشكلة دي وشكلك مش هتعرف تحلها لوحدك يعني فممكن بقى تشوف حد مختص او حد يكون اعلى منك يساعدك في حل المشكلة دي لكن انا شايف ان انت في عندك نجاح مش شايف بصراحة فلوس ده خلالك لكن انا شايف في عندك نجاح لكن المشكلة اللي عندك في العمل دي يعني يا ريت تقول لنا اي هي مش واضحة قدامي بالظبط لكن انت محتاج مساعدة فحاول انك تطلب المساعدة بقى من حد مختص وفي عندك نجاح يعني طيب خليني اشوف الوضع الصحي لا ما شاء الله صحتك كويسة احرص بس من نزلات البرد وحاول ان انت تاكل يعني خضروات واكل صحي كتير وتاخد فيتامينز كتير يعني خليك في الاكل الصحي يعني كل خضار وفواكه واكل صحي لكن صحتك العامة ما شاء الله كويسة يعني احرص بس على التغذية السليمة خليني بقى اشوف مين القادم في طريقك للعزاب القادم في طريقك شخص من الماضي وفي فرصة على شخص جديد لكن الشخص الجديد ده مش كويس خليك مع الشخص القديم هو الافضل وهو اللي بيحبك يعني انت هيبقى عندك 2 options في شخص جديد وشخص من الماضي لكن الشخص اللي من الماضي ده مش هيكون شخص كويس يعني فالافضل انك ترجع للشخص القديم ولو كنت خايف ان انت هيبقى فيه بينكم مشاكل تاني فده مش هيحصل حاول بس ان انت تدي ثقة للشخص ده وتعالج المشاكل اللي ما بينكم ومن الافضل ان انت ترجع له هو هو انسبلك من الشخص الجديد الشخص الجديد هيتعبك نصحتك حتى كمان ان انت يعني تعمل تغيير شامل في العلاقة القديمة بتاعتك ده وان انتو تتناقشوا وتحلوا يعني اي سوء تفاهم ما بينكم او مشاكل ما بينكم تعالجوا الحاجات اللي محتاجة تغيير وتسامحوا بعض يكون فيه عندكم طاقة تسامح دي النصيحة بتاعتك بيقولك ان الامل بيصنع المعجزات خلي دايما فيه عندك امل وتفاقل ويعني ما تفتكرش انه الامور صعبة او مستحيلة يعني بيقولك نيو هوم ممكن انت تكون بتفكر ان انت تغير البيت بتاعك يعني ممكن تسكن في ممطقة جديدة تكون اهداء او انت بتفكر في ده ممكن ان يكون فيه ناس هتتنقل من بيت لبيت هنا بيقولك سيبل يعني لما انت بتفكر في المواقف الغير صحية ممكن تكون بتفكر مواقف المواقف دي بتتعبك وبتقلب عليك المواجع يعني فبيقولك انت حاول ما تفكرش في المواقف المتعبة او المواقف الغير صحية اللي بتخليك دايما زعلان ومكتئب حاول ان انت تفتح الباب للطاقة الجديدة وعلشان تحصل على النتائج ايجابية ما تفكرش في الماضي ما تفكرش في الاشياء السلبية وسبها تروح لحالها يعني طيب انا طلع لي هنا برج العزراء برج الاسد برج الدلو برج الحوت برج الحوت تاني برج الحمل برج القزيك الحوت كمان مرة برج الدلو القز زيك برج الاسد برج الطور الدلو كمان مرة برج السرطان برج العقرب برج الحمل برج الميزان العقرب تاني الاسد تاني القز تاني الميزان طبعا كل الطاقات موجودة يعني فاتمنى تدعموني بلايك وشير لو عجبكم الفيديو وما تنسوش تشتركوا في الفيسبوك واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في القراءة بشكركم طبعا واشوفكم ان شاء الله في قرية شهر مايو ما استالي